موسيقى وشوفنا أن ربنا العجيب صحيح يبدو كأن الموقف فيه قسوة ولكن ما يشغل قلب الله هو التقديس ربنا يحب القلب يكون مقدس وأنا مش بنحكم إيه اللي حصل بعد كيه بالنسبة الحنانية والسفيرة لكن يكفي أن نفوس كثيرة أخذ الدرس وكان الكل مملو بمخافة ربنا واسمعنا في الأصحي الخامس الآية 14 وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء مش قالوا لأ حنانية والسفيرة ماتوا خلينا بعيد عنهم قالوا مين الإله القدوس ده المهوب العجيب السخي في العطاء لكن الجد جد ممنوح حد يكون فيه رياء أو كز حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بوتروس يخيم ولو ظله على أحد منهم واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أوروشاليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح النجسة وكانوا يبرقون جميعهم أنا عايزك تتصور أوروشاليم زمان كان المسيح يبتدي يخدم الناس تتلم حواليه للدرجة الشوارع تتقفل حتى الناس الكبار زي زكا العشار كانش يقدر يتقابل معاه اضطر وهو بمركزه الكبير يتسلق شجرة جميزة عشان يقدر يشوف المسيح وسط الجماهير ولما امرأة نازفت دم بس لمست حد بثوبه وقال السيد المسيح من لمسني تلميذة قالوا بتقول ده الجموع تزحمك واضطر أحيانا السيد المسيح يطلع في مناطق هوية لدرجة أن لما اضطر يوكل كان خمسة آلاف رجل غير النساء والولاد فأكل من الأكلات يعني معناه كان بيحضر حوالي خمستاشر ألف الكتبة والفريسيون والكهنة ورؤساء الكهنة والصديقيون قالوا خلصنا من المناظر دي منظر كان كبوس على نفسنا كل يوم مش عارفين نخلص من الكارث واحد قعد يأمل معجزات ويوكل ويشبع وصانع عجائب وصاحب السلطان الحمد لله خلصنا مننا وصلبنا النهاردة المنظر تلاميذه بقى يأمل إيه يقول أنه كانوا حتى أنهم كانوا يحملون مرضى خارجا في الشوارع يعني مش يجب بيت يملوه ولا في الهيكل ما فيش مكان بيوسع يعضيه فالناس في كل الشوارع تطلع مش عشان بطرس يقف يصليلهم قال هو بيطلع من شارع لشارع لو الضل بس عده يتشافه منظر طبعا رهيب كل القيادات اليهودية وقفين يقولوا خلصنا من كم أسبوع لسه خلصانين من يسوع طلع لنا تلاميذه بدل واحد بيه وحيد وبدل مكان وبيلمهم في مكان ده كل الشوارع اتملت يقول إيه مش بس كده يقول واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أوروشاليم ده أوروشاليم كلها تكومت والناس اللي جاي من القرية اللي من الشمال واللي من الشرق ومن الغرب والشوارع اللي طلع اللي بتنفذ على قرى أو مدن الناس طلع فيه إيه فيه عيد ده المنظر ده ما بنشوفوش غير في عيد الفصح أو في الأعياد الكبرى بتاعة اليهود إيه بس منظر غريب أهنا بنشوفهم جايين وجايبين حملان وحيقدموا زبائح لكن أهنا دلوقتي شايفين الناس شايلة سراير وحملين ناس على بهايم ناس عيانة واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا فيه إيه إيه حصل في البلد قال فيه ناس بس يمشوا زي بطرس الرسول يعدي بس كده الشمس تضرب عليه الضل ينزل عليهم يتشوفوا لعلنا نذكر ما قاله السيد المسيح أن اللي بيؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها إزاي يا رب أصدر بإسمي بإسمي يسوع الناصري الحقيقة يعني بصراحة حصل دربكة خطيرة عند مين عند إبليس وكل جنوده قالوا كنا قلنا على الصليب نخلص منه بدل ما نخلص منه ده الصليب ده ضيع مننا الذين في الجحيم وحتى اللي في أوروشاليم بدوا يقبلوه ويريد بس اللي في أوروشاليم ده حتى المدن المحيطة الدنيا تشالبته قدام إبليس وكل جنوده موقف بيه منتهى الخطورة ويقول إيه حاملين مرضى ومعزبين من أرواح ناجس شياطين وكانوا يبرقون جميعهم فيش ولا حالة ما تتبرأش ويقول جابوهم على إيه يضعونهم خارجا في الشوارع مش يعزموا مش زي زمان يقولوا المسيح إيه تعالى لازال ابناتي مريضة ولا ابني مريض ولا الغلام بتاعي مريض قال بس يطلعهم برا وبطرسي عد حاجة حاجة جمال عجيب على فرش يعني الفرشة وأسرة إيه الفرشة والأسرة كلمة اليونانية للفرش هنا معناها سراير فخمة بتاعت الناس الأغنية والأسرة السراير اللي من الجريد اللي أي كلام كده حاجات بتاعت الغلاب فتبصت لقي واحد غاني جايب له سرير عليه مزلا معمول بالعاج ومغشة بالدهب والتاني جايب له حتة إيه جريدة كده وعليها ناس قاعدين على حتة خرقة وده جنب ده وبطرسي عدي والأتنين يتشافوا لا فيه فرق بين اللي نايم على على حاجات فخمة ولا اللي نايم على حتة خرقة كله بتشفي حاجة منظر جميل منظر رائع السمك كده وقفة الملايك والأي ده ايه عمل المسيح العجيب ده ايه نعمة ربنا الفائقة دي كناش متخيلين الصليب بالجمال ده ان يدي البشرية المؤمنين وبالأخص التلاميذ والرسل هذا العمل الفائق عدول الخير بيش ممكن يسكن فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين قلنا من كم مرة ان الصدوقيين دول لا يؤمنوا بالقيامة وخدمة الرسل كلها عن المسيح القائم من الأموات ووضعوا وامتلأوا غيرة اضغازوا هنا غيرة بمعنى الحسد والأيه قلبهم بكل غيز فألقوا أيديهم على الرسل قالوا الحكاية بقى يعني حيجر ايه اكتر من كده الأول زمان كنا نسمع يقول ايه كنا بنسمع لما في شفاء المفلوك بتاع الهيكل اللي عند باب الجميل يقول يعني كانوا خايفين يلقوا القبض عليهم وحتى لما خدوهم حطوهم في ايه في الحبس بتاع الهيكل يعني كده اخدوهم بشويش لو ما عايزين يكون في حاجة واخدوهم وراحهم زقنهم في الأوضة من الحبس بتاع جوه الهيكل قالوا ما نطلحهمش بره باش عايزين مصايب كفاية اللي حصل لنا من سبع أسابيع لما تم صلب السيد المسيح وقام من الأموات المرض يقولوا قام ما يقامش بقى الحكاية ما عادتش فيها ايه الحكاية اللي خبطت احنا كنا بنقول يعني وقفين يخدموا في الهيكل ده دولاتي بشي الهيكل ده كل الشوارع حتى الشوارع اللي بره ورشالين متملت والناس جاية من كل حتة والله أعلم هتوصل لكل العالم احنا هنروح فين ولذلك فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة فرق بين الحبس بتاع الهيكل ايه حاجة اخدوهم كده بالايه بالسياسة كده وبالزو وحتى لما ضربوهم ولا جلدوهم اخدوهم كده ايه من وراء الناس لقى المرض يقولوا لا لا حكاية ما عادش فيها اختش ووضعوهم في حبس العامة قالوا حطوهم وسط المجرمين طب ويحصل ايه شو بقى اللي حصل حاجة جميلة كنيسة دي كل ما تدخل في ضيقة كل ما خير ربنا كده وابواب السماء تتفتح ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون جي كده غالبا في نص الليل ولا بعد نص الليل ملاك الرب هنا كلمة اليونانية يعني مجرد ملاك عادي مش ملاك معين ملاك الرب فتح وقال لهم ربنا بقول لكم اقوموا اشتغلوا فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني اسرائيل قالوا اجتماع بقى لغالبا مجمع السنهدريم ويمكن اكتر من كده جابوا المجمع وكل الشيوخ والناس الكبار قالوا احنا بقى بشعرف لها حل فارسلوا الى الحبس قالوا تعالوا نشوف لها حل فبعتوا للحبس يجيبوا ايه يجيبوا بطرس وقيت الرسل فارسلوا الى الحبس اللي يؤتى بهم ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا واخباروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص الببان مقفولة والحراس وقفين وتمام يا فاندم تمام يا فاندم طب داخلين نجيب الناس تفضلوا ناس جايين طبعا من المجمع وتحيات وداخلين نجيبوا ولقينا الحبس مغلقا بكل حرص كل حاجة زي ما هي والحراس واقفون خارجا امام الابواب موقف قلنا بقى ايه نروح نجيب الناس اللي برا ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا ده منظر ايه منظر الايامة منظر الايامة بالزبط الايامة الاختام موجودة على القبر والحراس واقفين والمسيح قام من بين الاموات وبعدين ناده الحراس فيه قالوا بصراحة ده حاجة مزهولة قام والحجر موجود والقبر مختوم وبعدين ايه وبعدين جي ملاك وفتح القبر فقدوهم رشوة قالوا في عرضكم احنا هندافع عنكم قدام الوالي اول حدودة دي تطلع قولوا انه جو التلاميذ سرقوه احبائي لما نقول اقامنا معه اقامنا معه يقيمني النهاردة على مستوى الشخص وعلى مستوى الكنيسة سواء الكنيسة المحلية او الكنيسة الجامعة ويقيمنا ايضا في يوم الدينونة اقامنا معه احيانا الدنيا تأفل قدامنا وانلاقي نفسنا كما لو كنا في داخل الحبس العام مع المجرمين زي ما كان المسيح احصي مع اثمة وصلب بين الصين وانلاقي نفسنا جو الحبس كما كان السيد المسيح داخل القبر وانلاقي العالم متشدد والحراسة مشددة من الخارج زي ما كان الجنود حوالين قبر المسيح والحراس حوالين الحبس العام والعالم هيس وبيخطط لاتهاد الكنيسة يعيني يا ربي على العالم ويعيني على إبليس إلا يظن ويظن أنه يغلب ملكوت الله صدقوني يبقى عدو الخير يقاوم وكل شوية يظن أنه قادر أنه إيه أن يحول ملكوت الله إلى حسابه ويغتصب أولاد الله ليه لكن صدقوني مع كل ضيقة مع كل تجربة مع كل ألم كثيرون يخلصون ما فيش تجربة عدت على الكنيسة إلا وجابت خير وما فيش ضيقة بتعدي على الواحد فينا إلا وبيطلع مليان بركات من أجمل العبارات اللي بحبها يقول لا نستطيع أن نذوق حنوى الله يعني كلمة دي يقولها القديس وغسطينوس لا نستطيع أن نذوق حنوى الله إلا من خلال الألم لما الدنيا تبقى وسعى قدامنا وما فيش ألم نعمل زي داود النبي وهو بيتمشى على السطح ويقع في خطية ورخطية ورخطية ويضيع ويضيع الناس حواليه لما يدخل في ألام وضيقات وشاول يديقه والجنود حواليه ومؤمرات تتعامل ضده مع كل يوم يقول صرخت إلى الله أو إلى الرب والرب استجاب لي صرخت إلى الرب والرب سمعني الرب ملجأ لي حسنح عرفت ربنا إزاي يا داود قال من وسط الضيقات دا من بركات ربنا شكرك يا رب بتبعث لي ضيقات كتير عشان تشرق بحنانك علي ودوق حبك العجيب لي ما كان يمكن للثلاث فتية أن يروا كلمة الله واخدهم في حضنه ومحول النار إلى ندى لو لم يكونوا في الأتون وما كان يمكن لدانيال أن يتمتع بليلة جميلة مع ملاك الرب لو لم يلقى في جب الأسود أحبائي ما تخافوش من الضيق والدنيا تسود تسود والضيقة تشتد لدرجة يبقى الهزيع الأخير وفي الهزيع الأخير يقول لا تخافوا أنا هو أنا قد غلبت العالم صدقوني أنا لا أنسى مرة كان أبونا بشوي وأنا معاه وكنا في مشاكل كثيرة عائلية وشوية متعب في الخدمة وبعدين قابلنا إنسان طاقي وبعدين بصل لنا كده قال لي ما لكم فابونا بشوي قال له الحقيقة اليومين دول فيه ضيقات شديدة ومشاكل في الأسر وحالات صعبة كده في الخدمة فضحب تسم كده وقال عارفين أنتوا في مجد وانتوا بجداريانين قال له ازاي قال الاضيق ده هو ده الرصيد بتاعكم في السماء أحبائي كل ما ضيقة تيجي كل ما احنا بناخد أمجاد إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه ويقول زهبي الفم الألم هو مدرسة الفلسفة أو مدرسة الحكمة أو مدرسة التقوى الآية 24 فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكاهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم قالوا إيه اللي جرى ما عسى أن يصير هذا ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفون يعلمون الشعب الله يقول لو كان دفعوا رشوة كان يصدقوا يهربوا من أوروشاليم ولو كان ناس جوه كسروا السجن ثم السجن مين يكسروا لينا الأبواب من السليم مش هنقدر نقول الببانة كسر ومش هنقدر نقول إن الجماهير جاتوا طلعتهم بالعافية وقفين يتكلموا فين في وسط الهيكل هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا قالوا دا الناس بيش يقتلونا دا يرجمونا دا احنا مبارح أخدناهم بالعافية دخلناهم السجن ودول طلايين يقول لهم دا أنتوا بالليل شفناكم بعينينا دخلين السجن طلعتوا ازاي قالوا ملاك الرب فتح لنا الباب وجايين نكلمكم بكلام الرب ونكلمكم عن الخلاص اللي أقدموا المسيح بالصليب والقيامة والتمتع بمجد الله الفائق مين يقدر يدخل في الجو دا ويجيبهم بالعافية فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم وها أنتم قد ملأتم أوروشالين بتعليمكم ما قلنا لكم يعني خلينا كده نتفهم مع بعض وهنا غويين تتعبونا ونتعبكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان دا احنا خلصنا منه لسه هتجلبوا علينا دم هيتخلوا العالم يقف ضدنا ويلولنا أنتم قتلت يسوع البر فعرضكم بطلوا بقى فوقف مين فأجاب بطرس والرسل وقالوا قالوا مع بعض ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس إله آبائنا آبائكم إبراهيم وإسحاق يعقوب دول آبائنا احنا كمان إله آبائنا قبل كده بطرس قال إيه آبائكم ذاتي بقول آبائنا أنتم بتتخلوا عن آبائكم أحنا بدول بقى آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة موقف خطير هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا قلونا نسمع لكم ولا نسمع للا أقاموا رئيسا على مستوى السماء ملك الملوك ولا مخلص البشرية كلها مخلصا واهب التوبة الباب ما فتوح لكم تعالوا معنا وغفران الخطايا مستعادي يتنازل عن كل اللي عملتوا معاهم واللي عملتوا معنا يعني إيه مش توبيخ بلا هدف لا لا همش جايين وابقوا جايين نقول لكم دوق اللي احنا دقناه السجن اللي كانت فتح لينا السماء مفتوحة ليكم إن كان ربنا دانا كلمة نتكلم بيها ده الكتاب المقدس العهد القليم كله يشهد لللي احنا بنقوله النبوات بين ايديكم تعالوا دوقوا اللي احنا بندوقه نحن شهود له بهذه الأمور ده نقدرش ننكر والروح القدس أيضا مش هو تفتكروا ان احنا بنفسنا ولا احنا كبر منكم ده الروح ربنا هو اللي مدينا القطاق الذي أعطاها الله للذين يطعينه أرجوكم تعالوا مشوا معنا عشان الروح القدس اللي بيعمل فينا واللي شايفينه بيعمل عجائب وآيات واللي طلعنا من السجن واللي فتح لنا باب السماء واللي قدم لنا الخلاص تدقوه عشان يعمل معكم فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلهم قالوا ما فيش حل با غير نخلص منهم نقتلهم على بعض كده ونخلص فقام في المجمع رجل في الريس اسمه غمالاقيل لو انه يبقى ايه ابن مين سمعان الشيخ معلم الناموس وطبعا معلم مين بولس الرسول مكرم عند جميع الشعب أعيز ادي فكرة بس ان الصدقيون كانوا النسبة العالية في المجمع السنهدري الفريسيون نسبة أقل لكن الصدقيون ينكرون القيامة الفريسيون يؤمنون بها الصدقيون مع كثرتهم لكن كان ملهمش نفس كرامة الفريسيون كان دايما الشعب اليهود يتطلع الى الفريسي انه انسان بار يقول لك بولس الرسول فريسي ابن فريسي من جهة الناموس بار عبراني ابن عبراني فكان مع عددهم الأوليين ما يقدروش الصدقيون ياخدوا قرار الا باغلبية الفريسيين حتى لو كل الصدقيون وفقوا لانه عارفين ان الشعب كله يجري ورامين الفريسيين فوقف غمالاقيل وده انسان طقي قال لهم بصوا قال لهم طلعوا رسول بار لان اتكلم بحرية طلعوا بار قال لهم ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم خافوا على نفسكم انا بكلمكم وانا مش يهودي وفريسي احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزمعين انتفا كفاية قتلت يسوع ما تقتلهمش انا خايف عليكم سن جريء لانه قبل هذه الايام قام ثوداس قائلا عن نفسه انه شيء ثوداس غالبا طلع قال انا هو المسيح وده ثوداس تكلم عنه يوسيفوس يوسيفوس المؤرخ اليهودي وان كان البعض بيقول ده غير ده مش مهم الذي التصغ به عدد من الرجال نحو اربعمية طبعا يوسيفوس بيقول كذا الف الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا الى شيء قتل هذا الرجل والمجموعة الاربعمية مش عارف ان لهم مكان وقال لهم مسأل تاني يهوزة الجليلة ده شغلته ايه جينا ده كده لهم يا جماعة احنا لازم نخلص من الرومان ممنوح حد يدفع جزي احنا عاملين ثورة على الرومان وعشان كده لما جوه احنا نلاقي كده وبعد هذا قام يهوزة الجليلة في ايام الاكتتاب وازاغ وراءه شعبا غفيرا فزاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتدوا لما وقفوا قال كده تتلموا حواليه ناس اسمهم الغيوريون او الغيوريين قالوا احنا كلنا فدة الامة اليهودية مش هندفع ضريب فكانت النتيجة ان الجيش اللي ايه الروماني اخد اخينا ده ايه يهوزة ومعاه كل اللي حواليه اتلوهم كلهم وشان كده الجوه الغيوريين واحد منهم كان جايوا قال المسلمين ليسوع المسيح قال له ندفع جيزية ولا ما ندفعش فقال له ودين الدينار وقال له ما ايه ما لقاطه ما لقيصر لقيصر وما لله لله والان اقول لكم خدوا نصيحتي كرجل كبير وشيخ وعارفين انا يعني غيرتي على شعبي تنحوا عن هؤلاء الناس ابادوا عنهم حلوا عنهم واتركوهم لانه ان كان هذا الرأي او هذا العمل من الناس فسوف ينقض او ينطق لو العمل ده من الناس هيخلص من نفسه وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقضوه لالة توجدوا محاربين لله ايضا كفاية هو طبعا ان ديرك كفاية قومنا يسوع وطبعا البعض بيقول ان كان مسيحي ولكن كان مسيحيا سري ما قالش الحد يبقى قام بدور ولعل كان ليه تأثير ايضا بطريق او باخر على شاول الترسوس فانقادوا اليه طبعا بيش انقادوا مية في المية ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوه قالوا بيش عزين منكم غير ما تجيبوش اسم يسوع ما وعادوش انهم يعملوا كده واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين باسم يسوع المسيح ايه ثمرة العمل ده نخاف ونسيب ونهرب قالوا لا ده الهنا ومخلصنا واللي طلعنا من السجن لو عايزنا نموت نموت زي ما قالت ثلاث فتية ان اراد ربنا ممكن يخلصنا من النار وان لم يرد فلياكم لنش هنموت نموت لكن نموت الروع عند ربنا احسن ما ايه ما نعيش ونهلك من ربنا وخارجوا يقول كده ايه لا ايه فذهبوا فرحين من امام المجمع بعد ما تجلدوا تقول لهم فرحانين ومهيسين وقالوا احنا نطول نتصلب معاك ونتقلم من اجلك لانهم حسبوا مستاهلين ان يناء ان يهانوا من اجل اسمه اعتبروا الاهانة ده خط مجد ليهم ربنا يدينا يا حبائي في وسط ضيقتنا وقلمنا واتعبنا نشعر بالفرح الحقيقي نعمة ربنا الفائقة يدينا الشهادة الحية في اعماق قلبنا لكي نعيش كأولاد لي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين كده من تهاية الكفاية عشان ساعة 6 اللي حيكون تسبح ترجمة نانسي قنقر